سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحاح واخراجه الإمام بخارية ومسلم أن الحسن أتى إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي باسم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم والأقرع ابن حابس التميمي يجلس مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله إن لي عشرا من الأولاد ما قبلت واحدا منه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا أصنع مع رجل قد نزع الله الرحمة من قلبه من لا يرحم لا يرحم انظروا إلى رحمة سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام نعم الإسلام دين الرحمة دين الرحمة بكل صورها الإسلام دين الوسطية والاعتدال دين الأمن والأمان دين الرضا والاستقرار دين الرحمة الشاملة قال الله في حق رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمة هنا يا سادة كلمة مطلقة تدل على الرفقة على الرفق وعلى اللين وعلى العطف وعلى السماحة وعلى اليسر ولذلك ما وجد الرفق في شيء إلا زانة ومن تزع الرفق من شيء إلا شانة الرحمة يا سادة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عملها دي سبب في الوصول إلى الجنة والولوج في الجنة وأن تصل إلى جنة رب العالمين وأن تصل إلى رضا رب العالمين ولذلك القرآن الكريم يا سادة تحدث عن الرحمة في أكثر من موضع في القرآن الكريم العلماء قالوا تحدث القرآن الكريم عن الرحمة في نموذج فريد من نوعه في 3015 آية يعني 315 آية وهذا ليس مصادفة كل كلمة في القرآن الكريم وكل حرف نوضع في القرآن الكريم ووضع لمنهج ووضع الاحترام والتقدير والعناية كل كلمة وكل حرف وضع بمنهج في القرآن الكريم 315 مرة القرآن الكريم يتحدث عن الرحمة هذه عن الرحمة لسهذا مصادفة بأي حال من الأحوال لسهذا مصادفة سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام أرحم نعم بالأطفال سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام في رواية الحسن وفي رواية أخرى الحسن والحسين جاءت فاطمة الزهراء بضعة أبيها وأم أبيها رضي الله عنهما سيدنا الإمام علي والسيدة فاطمة بضعت أبيها جاءت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تبكي تقول له يا رسول الله إن الحسن قد خرج من البيت ولم أجده مش لاقي الحسن وفي رواي الحسن والحسين فأخذ الحبيب يتضرع إلى ربه يسأل ربه فأوحى الله إليه أن الحسن والحسين في أرض أو في بستان لواحد من الأنصار بستان كذا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجر الحبيب صلى الله عليه وسلم ملكا يضلهما بجناحه فأتاه أمين السماوات يقول له يا رسول الله إن الله قد وكل لهما ملكا يضلهما بجناحه كلما قام أو قعد شو رحمة سيدنا النبي يذهب ويبحث إن ما إحنا عندنا يعني أين الرحمة يا سادة أين الرحمة مع الأطفال الرحمة بالأبناء شكرا للمشاهدة